نشرة الأخبار من صوت لبنان أهلا بكم وفي اليوم الثامن سقطت الهدنة وعادت الآلة الحربية إلى العمل لتحقيق الأهداف المرسومة في حرب غزة وفي مقدمها تحويل القطاع إلى بيئة صديقة بحسب ما يتطلع المسؤولون الإسرائيليون وفي اليوم الثاني في دبي يعيش قادة العالم في بيئة مختلفة اجتمعوا ضمن فعاليات كوب 28 حول مسؤولية واحدة عنوانها الاهتمام المسبق بالتغير المناخج